عقد وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراع والتضامن الاجتماعي اجتماعا لمناقشة تعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وكيفية تحقيق التكامل مع المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية حياة كريمة وأوضحت وزراء التعاون الدولي رانيا المشاط أن الدولة تتخذت تعدد خطوات لتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان حيث أبرمت الوزراء خلال العام الماضي اتفاقيات تعاون إنمائي مع شركاء التنمية بقيمة 900 مليون دولار من بينها 500 مليون دولار للحماية الاجتماعية و400 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل